اسم التجربة رسم خطوط المجال المغناطيسي نحتاج في هذا النشاط إلى مغانط بأشكال مختلفة مغناطيس مستطيل مغناطيس اسطواني مغناطيس بشكل حذوة الفرس ومغناطيس دائري كمية من برادة الحديد ورق مقوى خطوات العمل نبدأ برسم خطوط المجال المغناطيسي للمغناطيس الاسطواني نضع المغناطيس أسفل الورق المقوى ثم نقوم برش كمية من برادة الحديد نلاحظ تجمع برادة الحديد عند منطقة الأقطاب بشكل كثيف وتقل كثافة البرادة في الوسط نكرر خطوات العمل بوضع المغناطيس على شكل حذوة الفرس ترجمة نانسي قنقر ونلاحظ أن برادة الحديد تجمعت بشكل كثيف عند أقطاب المغناطيس إن وجود برادة الحديد بشكل أقل كثافة في المناطق الأخرى يدل على ضعف القوة المغناطيسية في تلك المنطقة نكرر خطوات العمل نفسها بأخذ المغناطيس الدائري ونضع أكثر من مغناطيس ترجمة نانسي قنقر نلاحظ تشكل خطوط المجال بشكل قطري حول المغناطيس نعيد المحاولة الآن باستخدام المغناطيس المستطيل مع ملاحظة تجمع خطوط المجال حول قطبي المغناطيس سنكرر المحاولة بوضع مغناطيسين مستطيلين وذلك بوضع الأقطاب المختلفة مقابل بعضها نضع الورق المقوى فوقها ثم نقوم بنثر برادة الحديد على الورق ونلاحظ تشكل خطوط المجال المغناطيسي بين قطبين مختلفين شمالي وجنوبي بحيث تتركز كثافة البرادة عند المقارنة بين خطوط المجال لمغناطيس واحد وخطوط المجال لقطبي مغناطيسين مختلفين نجد أن القوة المغناطيسية تكون أقوى عند وجود أقطاب مختلفة بينما تكون ضعيفة بين قطبي المغناطيس نفسه سنقوم الآن برسم خطوط المجال بين الأقطاب المتشابهة وذلك بوضع مغناطيسين مستطيلي الشكل وأقطابهم المتشابهة متقابلة قطب شمالي مقابل قطب شمالي ونقوم بنثر برادة الحديد نلاحظ أن برادة الحديد تركزت عند الأقطاب ولكنها شبه تلاشت أو تنعدم في المنطقة بين القطبين المتشابهين بحيث تصبح القوى المغناطيسية في تلك المنطقة تساوي صفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر